مرة أخرى يتصاعد التوتر بين موسكو وكيف حول موضوع الغاز إذ أعلنت شركة جازبروم أنها ستوقف توريد الغاز إلى أوكرانيا ما لم تدفع لخير ثمن الشحنات مسبقا وحول هذا قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسونيوك إن موسكو قلبت الحقائق مؤكدا أن حكومته هي من طلبت من نفتوغاز التوقف عن شراء الغاز الروسي مضيفا نحن من لا يريد شراء الغاز الروسي بسبب حصولنا على أسعار أفضل بكثير من سعر الجارة الشرقية روسيا ورغم أعلانها عدم احتياجها للغاز الروسي إلا أن كيف أكدت أنها ستضمن نقل الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا التي تعتمد على روسيا في نحو ثلث احتياجتها من الغاز ما يقرب من نصفها يصل عبر أوكرانيا العلاقات بين موسكو وكيف تزداد تدهورا خاصة بعد أعلان المسؤولين الأوكرانيين قرار حضر شركة الطيران الروسية من اسخدام المجال الجوي الأوكراني لأي رحلات ترانزيت معللين ذلك بسبب ما وصفوه بالاستفزازات العدوانية الروسية وتداول كبير في الوضع العسكري والدولي